الفكرة كلها في البداية انه كنت حابب قنق المستوى التحدي للريلم تولف برو بلس المستوى الثاني خالي وبصراحة كنت محتار اعمل اتحدي ده هل اعمل اتحدي ده في الاهرامات بسبب ارتفاعها الرهيب ولا في برج القاهرة اللي بيبلغ ارتفاعه ل 187 متر من سطح الابع بعد تفكير عميق قدام لعدة ساعة قررت ان هعمل اتحدي ده في الاهرامات و برج القاهرة في نفسه وده لان المسافة بينهم تقدر بحوالي 15 كيلو متر واعتقد ده رقم كبير جدا وكافي للتحدي بتاعنا ولو مش عارف نوع التحدي ايه احب اقولك جاهز نفسك يا باشا وجاهز شانطتك للرحلة بتاعنا وانت هتعرف كل حاجة بس اللحظة لان في حاجة كلنا بنعاني منها لما نجيه موبايل جديد على سبيل المسال انا معايا الريلمي 12 برو بلس الموبايل الجديد ومعايا موبايل من سامسونج قديم محتاج ان انا ننقل الداة من الموبايل ده للموبايل ده بما فيهم بقى واتساب سجل المكلمات ايميلات كل حاجة حرفيا موجودة عن الموبايل ده انا عايزة تكون موجودة هنا بدون مفد اي حاجة وطبعا الشيرت والشيرمي والبرامج دي مش هدر تعمل كل اللي انت عايزه فما كانش فيه جرحل واحد هو برنامج دكتور فون هو اللي خلياني قدر تعمل لعملية دي انقل كل حاجة من هنا لهنا بزرار واحد بس مش بسدقني ايه تعال او ريك الزي هفتح البرنامج واختار كلمة نقل البيانات ولكن دلوقتي يطلب مني ان انا اعمل سماح للموبايل عشان يشتغل مع الكمبيوتر وينقل الملفات ويسمح للبرنامج بداية اختار مثلا على سبيل المثال الصور وهدوس كلمة ابدأ النقل وبالفعل هيبدأ ينقل كل الصور والفيديوز اللي موجودة من الموبايل القديم للموبايل الجديد حتى لو كان الموبايل القديم شاشة مكسورة عشان تبقى فاهم دلوقتي زي ما انت شايف بالفعل نعلق كل البيانات وكل الصور وكل الفيديوهات اللي موجودة من الموبايل القديم للموبايل الجديد بدون اي مشاكل. بيزا كمان جمد او في البرنامج ده ان انا قدر اعمل زي سكرين ميرور زي ما انت شايف دلوقتي اي حاجة موجودة عن الموبايل بتترد على شاشة الكمبيوتر بسهولة. على سبيل المثال الصور اللي انت شايفها قدامك سواء بقى تكبير تصغير اي ان كان اللي بتعمله بيزهر لك من الموبايل للكمبيوتر. وجزالك العكس لو كبرت او صغرت بناء على الكمبيوتر بيزهر لك على الموبايل فدي حرقة صحيحة اوية. واكيد لازم ان الكل حاجة خاصة بالواتساب بختار نسخ احتياطي وبختار التالي. هنا بيبدأ يعمل عملية نسخ احتياطي لكل حاجة موجودة على الواتساب بيعمل نسخة منها على الكمبيوتر وبعد كده بنينها للموبايل الجديد بكل سهولة. زي ما انت شايف دي بيانات النسخة. ميزة كمان مهمة جدا ان انا قدر اعمل استعادة للملفات المحزولة. على سبيل المثال د الوقتي انا هعمل استعادة للصور. بالفعل في صور كتير جدا انا كنت احزفها زهرتلي. كان في صور موجودة على الجهاز وهو جبها لي انا مش فامي. ولكن هاعدد مسلا على دولة دوس استعادة. بالفعل عملني نسخة للملفات المحزوفة وقدر استعادة بسهولة. اخر ميزة هتكلم معاك فيها دلوقتي مش في البرنامج كله ان انا قدر اعمل زي كده من الكمبيوتر للموبايل. باخد الملف وبعمل له جوة الموبايل وبيروح بكل سهولة. وكده كنا قلت كل الداتا بتاعتي من الموبايل القدي للموبايل جديد بضغطة زر واحدة مع بقى فيتشرز ومزايا كتير جدا نشوفها في البرنامج. فهتلاقي لينك تحميل برنامج ودسكريبشن. فعلا بقى نكمل كلامنا عن موبايل. الخطة بتاعتنا اني انا هنطلع لقمة برج القاهرة وهنجرب كل وديات التصوير بما فيهم طبعا من اول زيرو اكس زوم لحد مية وعشرين اكس. هنزوم من على الاهرامات ونشوف هنقدر نشوف تفاصيل ولا لا. ولكن خليني الاول استعرض معاك قدرة الموبايل ده في السينيماتيك مود. الفاصل بينيو بين برج القاهرة بالزبط خمسة كيلو متر. وبصراحة كنت متحمس جدا اجرب البرسكوب وفتحت عدسة البرسكوب وجربت ازوم على برج القاهرة. وانا حاليا على تمنتاشر اكس. واخدت منه تفاصيل واضحة جدا. فما بالك لما نوصل هناك ونزوم بالمية وعشرين اكس. على الاهرامات. فكرة هنشوف حاجة. وانا في طريق برضو بصراحة ما درتش همسك نفسي وفتحت البرسكوب على تمنتاشر اكس برضو. وجربت ازوم على المبنى اللي هناك. فعلا المسافة كانت كبيرة جدا. وانت شايف بنفسك. فمن الواضح كده ان الموبايل ده هيبهرنا في التجربة من فوق برج القاهرة. وانا على بعض خطوات من برج القاهرة بصراحة لقيت المنظر الجميل جدا ده. مجموعة اشجار شكلها جميل جدا. حسيت ان انا جوة لابت زالست في اس. او موسلسل زا وكينج ديت. نفس الاكواء. الشجرة كانت جميلة جدا. وفي الاخر هستعرض لك مجموعة صور اخدناها وسط الاشجار دي. وعشان كده عاوزك تتابع الفيديو للاخر وتشوف الصور والعطات اللي اخدناها من الاجواع دي. انصح اي حد برايح برج القاهرة يعد على المنطقة الاول. ودلوقت جات اللحظة الحاسمة. اضعنا التذاكر. وده برج القاهرة. اخيرا وصلنا بعد مسافة خمسة كيلو. احسين نطلع شوف تليسكوب. هيعمل ايه مع الموبايل. يلا بي. دلوقت انا مستنى دوري. تلتمية وستة. وعايز اقولك انا متحمس جدا جدا جدا. اعتقد جا دورنا وده وقتنا. تلتمية وستة. يلا بي. بجد يا شباب انا اول ما طلعت فوق. انا نسيت نفسي حرفيا مع المنظر الرهيب. اي حد ساكن في القاهرة. ما راحش لحد الوقت برج القاهرة. حرام عليك. تفرج على جمال البلد. ويمكن الجمال ده هيبان بالليل اكتر. وانا قررت هعيد الزيارة تاني. ولكن بالليل. المهم خلينا اطلع نشوف شغلنا. لان انا وقتها نسيت نفسي خالص. لدرجة ان انا نسيت ان انا جاية صور. وعت اتفرج على المناظر الجميلة ونهر النيل وغيره. اول حاجة لقيتها قدامي ان انا اجربها كانت مصر للتأمين. كنت شايفة من خلال التلوسكوب بوضوح عالي جدا. هتصدقني لو قلتلك ان بنفس الوضوح قدرت اشوفها بن الموبايل. معلومة ليك ان كل التجارب اللي بنعملها دلوقتي وصلت لحد 18 اكس. بس مش اكتر من كده. وجي الوقت ان نرفع سقف التجربة تدريجيا ونوصل لحد اكتر من 40 اكس. يلا بنا. هنا قررت بصراحة ان انا اعمل سكرين ريكورد للشاشة عشان تشوف ارقام الزوم بنفسك. ال اكس. وصلت لحد 15 16 17 25 اكس. وبدأت اشوف تفاصيل الشخص اللي في المية. وبالفعل وصلت لحد 35 اكس. وانا قادر اشوف الناس اللي في البول او حمام السباحة وهي بتغطس بقى وبتلعبوا الكلام ده. بصراحة رهيب تشايف المسافة قدي حرفين انا ما كنت شايف اي حاجة. وعن طريق الزوم قدرت اشوف كل حاجة. طيب ده حتى الان ما كنتش عديت ال 40 اكس تقريبا. تعالوا نجرب ال 45 اكس. زي ما انت شايف مجموعة الاشخاص اللي ماشيين هناك دول. انا اسف كنت يا جماعة ان انا باقتعم خصوصياتكم ولكن انا بجرب مش قاصده خالص يعني. والحمد الله ملامح الناس مش بينه. بص لما اعمل رجوع مفاجئ ينهر ابيض على المسافة. زوم قوة مفاجئ. هنا قررت اجرب ال 50 اكس او اكتر. ولكن بالعكس اعمل اول زوم. ان على المكان اللي انا بفوكس عليه او بزوم عليه. وبعد كده هعمل زوم قوة مفاجئ. واو بكد يا جماعة الموضوع مرعيب والله. انت شايف المسافة عاملة ازاي؟ رهيب. وهنا قررت اجرب ال 60 اكس او اكتر كمان. وبصراحة والله بدون مبلغة انا ما كنت شايف ابدا الاهرامات. انا وصلت لحد 40 اكس شفت المبنى ده. ولمحت الاهرامات وراء. وده اللي انا جاي اصلا عشانه. وده اللي خلاني اصاعد المهمة بعد كده وهنزوم على طول على الاهرامات. ولكن معلش خلينا لحظة ماينفعش نوصل لحد ال 60 ونروح ال 120 على طول. على وريك ال 77 اكس قدرت اشوف ايه. اولا انا بعتذر والله على اقتحام الخصوصية. ولكن انا بجرب والحمد لله ما فيش تفاصيل كتير واضحة. او ممكن احنا نبلور على وجوه الناس بعد كده. ولكن بص انا وصلت لحد 77 اكس. وقدر اشوف كل الناس اللي جوه المركب. وعلى فكرة تفاصيلهم واضحة بالنسبالي. ده فعلا اقتحام الخصوصية بشكل بايخ. واخد بالك واخد بالك من المسافة قديه. وهنا حبيت ان انا اشوف 80 اكس هيخليني اشوف ايه. بالفعل المائزن كنت شايفها صغيرة جدا جدا جدا. بس لما كربت ان انا ازومن عليها. ووصل لحد 88 اكس. قدرت اشوف الهلال اللي موجود فوق المائزن. انا حتى لان بجرب البيروسكوب. ولكن اقصد هو مسطله 40 50 اكس. انا عايز اجرب 120 اكس. خلونا نزوم على الهرم اللي هناك ده. واخيرا اللحظة اللي احنا اصلا طالعين 187 متر عشانها. ان احنا نشوف الاهرامات من خلال البيروسكوب اللي انا اصلا مش شايفها بعيني المجردة. انا عايز اقولك مجردا ما عديت اللي 20 اكس بس. وبدأت اشوف الثلاث اهرامات جنب واحد. وصلت لحد 50 اكس. 75 اكس. وبدأت قمم الاهرامات توضح قدام عيني. اللي انا مش شايفها اصلا من غيره. واو عدينا الميت اكس. واو وصلنا لحد 120 اكس. عارف انا مهما اتكلمت مش هقدر اوصف لك ادي انا كنت منباهر. وانا ماسك وبجرب فعلا الموضوع ده بص انت هي فين. وانا قدرت اوصلها ازاي. بجد بجد عظم شركة ريالي بيتقدمها في الفئة المتوسطة. وخلاف الفيو الجميل مع الزاوي الالترا وايد مع الدينامي كرينجي اللي نتكلم عليه بعد شوية. صراحة تجربة البيرسكوب كانت ولا اروع. بعد تجربة كاملة للكاميرات والتيليسكوب قدين عرفنا قداء الكاميرات دي جبار حفيا واعتقد ان كده انتهت فترة تجربة اليوم بالنهار كان يوم شاك جدا فتعالوا نشوف التجربة الليلية وتصوير بالليل في الكاميرا هنا هتلاقي فيه وضع خاص بتصوير النجوم وزي ما انت شايف قعد اربع دقائق يعالج بس في الصورة وبالفعل الموضوع اتغير خالص بعد دقات الصورة واضح اكبر عدد ممكن من النجوم ولما جيت برضه جرب الزوم والبيرسكوب بالليل كان فيه نويز الاول بعد كده شال النويز وبدأ يفوكس اكتر ويزوم ان اكتر ويركز اكتر على النجم او يعني الكوكب اللي انا بفوكس او بزوم عليه صراحة يعني اكيد مش هيكون واضح جدا ولكن من نقطة اني حولها الهالة اقدر اشوف شكلها للاسف الامر مش موجود دلوقتي او هلال ومش شايفه قدامي فمعرفتش ان انا اجيبه لكم وبجد انا زعلان جدا كان نفس اشوف الموبايل ده هيعمل ايه مع تفاصيل الامر لو الموبايل فيدل موجود معي فعلا هعمل الفيديو ده تاني بالمناسبة برضو عايز اقولك ان الموبايل ده بيدعم سلو موشن 140 فريم في السانية و240 فريم في السانية على وضع الفول اتش دي بلس وده ممتاز جدا الف تمانين السلو موشن اللي موجود فيه فعلا حركة بطيئة جدا ولو انت بتحب تصوير الحركة البطيئة الموبايل ده هيكون مناسب جدا ليك انه بيقدر يصور بدقة الفول اتش دي بلس وقليل لما تلاقي موبايل في الفيئة المتوسطة بيقدر يصور لحد 240 فريم برساكند او اكتر اه بعد الرحلة الكبيرة دي والتجربة الرهيبة اللي كانت مع البرسكوب في الريلمي 12 برو بلس جي الوقت بقى اللي نتكلم فيه عن الصور تعال بقى نفتح البي سي كده ونحط الصور عليه ونستعرض الصور مع بعض ونتكلم فيها بقى فرونت كام مين كام الكاميرا الرئاسية الكاميرا الاهمية نتكلم على البرتري هنتكلم عن دينامي كرينجي عن كل حاجة ولو لحد الوقت ان تنسيت تعمل لايك فقدر اقول لك ان انا ازعلان للاسف هبقى زعلان جدا لان الفيديو اخد مني مجهود كبير جدا ورايك مهم جدا للطريقة وفي النوعية دي من الفيديو زي لو عاجبك يبقى يا باشا اشتا اعمل حسابك ان شاء الله في الموبايلات اللي بعد كده بس الموبايلات اللي تستاهل اوعيدك هتنبسط جدا الفترة الجاية فاللايك مهم جدا واشتراك في القناة ويلا بينا نقط جوا البي سي ونشوف السوا يلا اول حاجة حابب اتكلم عليها بصراحة الدينامي كرينجي لانه مبهر جدا في الموبايل ده بص انت ده اخدت صورة قبل المعالجة السمم ترقع لكن بعد المعالجة الكلام بيختلف تفاصيل واضحة جدا للسحاب تفاصيل واضحة لك انت بدون اي مشاكل فبصراحة قوة سيطرة على الدينامي كرينجي رهيبة سوابه في الريير كاميرا الكاميرا الرئيسية او كاميرات الالتراويد او حتى الفرونت كام الموضوع مختلف كليا مع الموبايل ده هتاخد دينامي كرينج رهيب وانا تعملت اصور الشمس واصور الطبيعة والمية والكلام ده كله مفيش اي مشكلة حتى مع الكاميرا الاومية مفيش اي مشكلة وجدتني وانا اضهري للضوء زي ما انت شايف في الصور لان الطبيعة اصلا ان الكاميرات هتدي الاولوية للضوء مش ليك اما عن الكاميرا الاومية ففي اي وضع اداءها كان ممتاز ودي بعض المواصفات زي ان هي مثلا خمسة وعشرين ميلي البعض البعض بتاعها وبرضة اربعة وعشرين لو انت لوحدك ولكن على كل ان اداء الكاميرا مبهر سويا في البرترية او العادي بكلام ده بقى على الكاميرا الرئيسية فاولا هي جاية بدقة اربعة وستين مليون بيكسل وده رقم كبير جدا معناه انك تاخد تفاصيل عالية جدا في الصورة واللي يزبط الكلام ده المواصفات نفسها الصورة جاية بحجم اتنين وستة من عشرة ميجا مع بعض بورة اربعة وشرين ميلي فتحت عدسة اف وان بوينت ايت ودي افضل عدسة صور بها اشخاص ولكن على كله بتاخد الوان جميلة جدا تفاصيل عالية لما جيت اجربة صور الطبيعة كاشكار او مية وغيره لقيت ان الالوان جميلة جدا ولكن احيانا بحس باور ستوريشن شوية الصور لكن بصراحة ده كان ممتاز جدا مع فوكس رهيب بدون استخدام بورترية ولا اي حاجة لان فتحت العدسة اصلا كبيرة اف وان بوينت ايت في مبايل اي ان كان بصراحة اصدقى تجربة الكاميرات في الاندور او في المناطق داخلية انبهار دي صور بالبرترية كانت في حفلة لاك ريلمي سي سبعة وستين وبصراحة الوان الكاميرا دي في تصوير الاشخاص ممتازة جدا مش تحتاج لدى عديد لكن على كل في الاندور هتاخد منها الوان جميلة جدا الوضع ده من افضل الابشنز اللي موجودة جوه الكاميرا بتقدر تزوم لحد صورة اولا كأنها خارجة من كاميرا عدسة الالترا وايد هنا جاية بدك التمانية ميجا بيكسل مع فتحة عدسة اف تو بوينتو وبصراحة ما نصحش انك صار بها اشخاص لان الابعاد بتبوز ودي ابرز موصفاتها يعني اف تو بوينتو ستاشر ميلي متر البعد البقري وده معناه ان انت مش هتاخد ابعاد حقية للاشخاص ابدا ولكن بصراحة برضو اداءها كان ممتاز جدا اكتر ما يميز الموبايل ده بصراحة هي الكاميرات اللي اداءها كان ممتازة على جميع النواحي بقى بورتري غير بورتري الترا وايد وغيره النايت مود هنا لازم تثبت ايدك كويس وإلا الصورة تطلع مهزوزة زي ما انت شفت ولكن في تصوير الاشخاص كويس الكاميرا نعمية مش افضل حاجة الخلفية افضل بلا شك اربعة وستين برضو عالية بصراحة مدياني اداءة كويس جدا بدون نويز وانا مستغرب من ده ان هي بدون نويز او نويز جدا. افضل وضعية تصوير في الموبايل ده وضعية او بس خلينا الاول نتكلم شوية عن المواصفات اللي ابرازها جاية فتحة عدسة وده رقم مستحيل تسمعها فيها متوسطة مع بعض بوري بيوصل لتمانين مليو وده طبيعي لان العدسة بتكون بعيدة وده النتيجة بتديك صور ولا كأنها خارجة من عدسة كاميرا بروفيشنال صراحة اداء الكاميرات مبهر للغاية. الموبايل ده كاميراته مفهاش عيب واحد اطلاقا. وانت شايف بنفسك الصور انا مش جايب حاجة من عندي. الصور كأنك فعلا مصور بكاميرا بروفيشنال. مش هتحتاج تعدل الالوان كتير. الالوان طبيعية. لو انت حيب بقى تعدل شوية وتحط شوية الوان فدي من عندك. ولكن بتاخد الالوان متعالجة بصورة طبيعية جدا ميلة لحية. وده ما يميز معالجات سناب درجون معالجتها للالوان. انها بتخرج الصورة بالوان ميلة لطبيعة اكتر من ان يكون متعدل عليها. بس بصراحة شوية صور اخدتهم في المكان ده كانوا جامدين جدا. قل انت رأيك افضل صورة ووضعية تصوير عجبتك في الموبايل ده. وانا دلوقتي جي الوقت اللي اقول لك فيه عن افضل صورة لليوم اللي قضيته ده. والصورة دي من نوكة نظري تاخد جايزة افضل صورة في اليوم ده. انت برضو قل رأيك. وبكده تكون انتهت رحلتنا مع الريلم اللي انا بعتبره من افضل موبايلات الفاء المتوسطة. واعتقد انك اعرف. فلو عايز تشوف الفيديوز اللي جاية لازم تتأكد من اشتراكك في القناة وتفعيلك للجرس. واشفاك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.